في الأردن فيه كلمة عاملة أزمة وأزمة فين في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان تحديداً والأزمة مع أنها من أمس على فكرة لكن خلينا نقول أنه تبعاتها لسه مكملة ففيه نائب اسمه سليمان أبو يحيو خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون الطفل لسنة 2022 وأثناء مداخلته وصف الحفلات الغنائية بالخلاعة ورئيس المجلس عبد الكريم الضغمي مهن عليه استخدام كلمة زي هذه تحت قبة البرلمان على كل نحن مهتمين بس بالعجبة الحفلات الغنائية هاي والرجس والخلاعة وما نتعمى تنهارك كرم خلينا بالموضوع تشطب كلمة الخلاعة والله ما فيها إلا غير الخلاعة ولا تعيدها مرة ثانية اشطب لحالك أنا بالنسبة دماشي مش بشطب لحالي هذا قرار المجلس هل يوافق المجلس الكريم على شطب كلمتي الخلاعة التي وردت في مداخلة الزميل موافقة بأغلبية شكرا أخي سلمان أنا بعطيك حقك بتحكي وبعطيك حقك باحترام بتحكي مع الرئاسة باحترام مش تقولوا شطب زي ما بدك مش أنا بشطب زي ما بدي أنا بشطب زي النظام الداخلي ما بده وزي المجلس الكريم ما بده منذ ما شفته الغضب ما جاء بس من رئيس المجلس بالكمان الأعضاء اللي صوتوا فورا بالأغلبية على شطب الكلمة من محضر الجلسة لكن عموما خليني أقول لكم أنه يعني وصف خلاعة مو الجزئية الوحيدة في مداخلة النائب أبو يحية اللي كانت محط على ما تستفهام متساؤلات يعني فيه جزئية في الأول مدق الغرابة عن الباقي اسمعوا برافسكم أنا أعرف مسبقا أنه هذا القانون هو جاء ليضرب القيام الأسرية وأنا عارف أنه راح يبطل الواحد يقول لا على ولد ولا بنت ولا أسرة ولا مرة ولا غيره المشكلة أنه إحنا قاعدين بنقلد في الغرب فقط فيما يمس الأخلاق والقيم الأسرية أما النمو والتطور والصناعة والتجارة وهذا كله ناسينه ولا بنقلدهم بإشيه ومسكين هالطفل إحنا بس بنسكر بوجهه مراكز القرآن وفاتحين له الفيسبوك والتيك توك وفاتحين له كل وسائل التواصل الاجتماعي يشتغل ولا ما نعرف كيف بده يبه وكيف بده يطلع أردنيون كتار على المنصات استغربوا كلمة النائب كاملة ويعني شافوا أنه كيف قانون الطفل راح يهدم قيم الأسرة ومن متى هدف القانون أنك تمون على طفل أو بنت أو مرة يا سعادة النائب ومين قال مراكز القرآن بيتم إغلاقها والتيك توك والإنترنت والفيسبوك اللي مزعلينك ليه رابطهم بالفساد ومحملهم المسؤولية لوحدهم ترليهم فوايد على فكرة وكثيرة كمان يعني